السلام عليكم أكد الرئيس السوري بشار الأسد تمسكه بالتحاور مع مختلف الأطراف المعارضة لإنهاء الأزمة بمن في ذلك المقاتلون الذين يلقون السلاح في مقابلة مع صحيفة ساند تايمز البريطانية بثات على موقعها الإلكتروني أكد الأسد رفضه التعامل مع من وصفهم بالإرهابيين المصممين على الاستمرار في حمل السلاح وقتل المدنيين وتدمير سوريا كذلك اتهم الأسد وزير الخارجي الأمريكي تون كيري بالعمل على إزاحته هبط الله بيطار كيف نتوقع من بريطانيا أداء دور وهي مصممة على عسكرة الأزمة كيف لها أن تساهم في تهدئة الوضع وجعله أكثر ثباتا والحد من العنف بينما تريد مدى الإرهابيين بالمعونات العسكرية ولا تحاول تسهيل الحوار بين السوريين الرئيس السوري اتهم الحكومة البريطانية بالسعي إلى تسليح من وصفهم بالإرهابيين مشيرا إلى أن أفضل طريقة لمساعدة سوريا تكون بالذهاب إلى السعودية وقطر وإخبارهما بالتوقف عن تمويل الإرهاب في سوريا أما مسألة تنحيه فهي شأن داخلي يؤكد الرئيس السوري رافضا مناقشة هذا الأمر مع أي شخص يأتي من الخارج مشيرا إلى أن محاولات وزير الغارجية الأمريكي جون كيري إزاحته إضاعة للوقت الرد على الغارة الإسرائيلية سيكون على الطريقة السورية وليس بالضرورة أن يعلن عنها الإسرائيليون وحدهم يعرفون ما الذي يعنيه الأسد الرد ليس بالضرورة أن يكون صاروخا مقابل صاروخ أما الحديث عن الأسلحة السورية فهو لم وليجري مع أحد يؤكد الأسد الرئيس السوري وصف الدورة الروسية بأنه بناء جدا وعن إيران فهي تقدم دعما كبيرا أما فيما يتعلق بحزب الله فدوره الدفاع عن لبنان لا عن سوريا الأسد أعاد فتح باب الحوار أمام أي شخص بما في ذلك المسلحون الذين يسلمون سلاحهم كذلك عبر عن عدم الرضاه إزاء تقديرات الأمم المتحدة لعدد القتلى في سوريا مشيرا إلى أنه جرت تلاعب بها لتبرير التدخل الخارجي كما حصل في ليبيا ترجمة نانسي قنقر